وزارة التموين تبدأ إضافة الزوجة لبطاقة الزوج وجه وزير التموين المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية وصرحت الوزارة أن تلك التعليمات تأتي تسهيلا على المواطنين الذين يبحثون عن إصدار بطاقات تموينية لأفراد أسرتهم وأصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم 191 والذي ينص على أنه حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفحص شكواهم الذين يتلمسون فيها إضافة الزوجة غير المستفيدة وذلك رغم عدم وجودها على قاعدة البيانات وقرر الوزير في المادة الأولى إلا أنه يتم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيدا تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية وأيضا جاء في المادة الثانية للقرار أن يسر العمل بهذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره وأكدت وزارة التموين أيضا على قبول جميع طلبات التظلم للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم بعدما تم إعادة فحصها الخميس الماضي ولن يتم كبول التظلمات الورقية من المواطنين بل سيتم كبول التظلمات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وأكدت الوزارة بأنه لن يدار أي مواطن من عمليات حزف المواطنين من منظومة الدعم وتطالب المواطنين غير المستحقين للدعم بضرورة التنازل برغبتهم عن بطاقة التموين وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه جديد بشأن الحزف من البطاقات التموينية والتظلم في إقافها وكان نصه كالتالي توجيه وزارة رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25-09-2019 تيسيرا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بقرار عدالة اجتماعية يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدلة على استحقاقه للدعم التمويني التبقى للتالي أولا فيما يخص المرتبات الحكومية العالية أو المعاشات العالية يتطلب على مستحق الدعم إحضار بيان بإجمال مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه في الشهر وأيضا صورة البطاقة التموينية المراد تفعلها وفيما يخص امتلاك سيارة أو أكثر يتطلب أن يحضر مستحق الدعم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع ومدل السيارة وصورة بطاقة التموين المراد تفعلها وفيما يخص استهلاك الكهرابة العالية أن يحضر المواطن بيانا معتمدا من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وأيضا صورة البطاقة التموينية المراد تفعلها وفيما يخص استهلاك فطورة محمولة عالية يتطلب أن يحضر المواطن فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري وأيضا صورة البطاقة التموينية المراد تفعلها وفيما يخص حيازة زراعية عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابعة لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته للأرض الزراعية من عدمه ومساحة الحيازة وأيضا صورة البطاقة التموينية المراد تفعلها أما بالنسبة لمتضررين من مصاريف مدارس عالية إحضار شهادة معتمدة من المدرسة التي بيها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن وصورة البطاقة التموينية المراد تفعلها وفيما يخص جمارك عالية إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة وصورة بطاقة التموين المراد تفعلها بينما فيما يخص بالضرائب العالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بكيمة الضرائب المدفوعة سنويا وصورة البطاقة التموينية المراد تفعلها الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها أولا يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة أعلى ويقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام موقع تموين دعم مصر موضحا به الرقم القومي رقم المحمول رقم البطاقة الزكية نوع التظلم ويقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مدرية التموين على أن ترسل إسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها سيدي اشتركوا في القناة